بما إنك رجل تكتب وبالتالي أنت رجل حكاء عايزك تحكي للحدوتة من أول كان يا مكان لحد ما توتا توتا بتاعة اللحظة اللي إحنا فيها أني حدوتة يا حدوتة إياد إيه اللي دخلك ما بين الكتابة وبعدين أنا مكنتش عارف لكن عارفت وإحنا بنتكلم دلوقتي إنك إنت شاركت في صناعة برنامج صاحبة السعادة في بداياته وانطلقاته الأولى وده في حد ذاته أصلا يبغتك وأنا اشتغلت مع ست إسعاد في حد ذاتها ويبغتك بأن أنت شاركت في صناعة واحد من أهم ومن أجمل ومن أنجح برامج الوطن العربي بالكامل حكي للحدوتة من البداية يا عم إياد أنا خريج كورية أعلام جامعة القاهرة أو بدأت حياتي كشغل إن أنا اشتغلت مساعد مخرج كان عندي 19 سنة سنة 2005 ويمكن المفارقة إن أنا أول مساعدة اشتغلت فيه كمساعد مخرج تاسع كان العميل ألف واحد اللي هي قصة من قصص المخابرات العامة المصرية كان بطولة مصطفى شعبان وإخراج شيرين عادل وعادت الفترة بأشتغل كمساعد مخرج في الفترة دي كنت بكتب بكتب كهواية بكتب في مجلات بكتب قصص كنت شايف إن أنا عايز أشتغل أكتر في الإخراج أكتر من الكتابة حتى لما بطلت أخرج بطلت أخرج أفلام وثائقية فعادت الفترة بأخرج أفلام وثائقية جنب شغلي كمساعد مخرج جنب الكتابة كهواية لحد 2010 لما ابتديت أكتب في أعمال في ورش كتابة لأعمال مختلفة من بعد 2011 ابتديت أشتغل أكتر في الكتابة فكانت البداية مع البرامج وكان بيستهويني فكرة إن أنا أشتغل على أنا أريدي عندي تجربة كبيرة مع الإخراج تجربة مع الأفلام الوثائقية وتجربة مع الكتابة فكنت مهتم بفورمات البرامج يعني صناعة الفورمات بتاع البرنامج أكتر من كتابة حلقات البرنامج اللي هو إزاي يبقى عندنا زي ما بيقولوا بايفل لشكل البرنامج فتتركز في ده وعملت ساعتها بداية تشتغل مع الفريق بتاع صاحبة السعادة من أول لحظة على شكل البرنامج وهيبقى البرنامج شكله عامل إزاي كنت بظهر كمان في البرنامج في الموسم الأول إن كان جزء من البرنامج فكت أنك تشوف ورشة الكتابة جوه الحلقة بتتصور واشتغلت بعد كده مع مادام إسعاد في الراديو عملت لها برنامج زي ما بقولك كده قعد سنتين في الراديو عملت لها برنامج بعد كده تعرضت زاعة في رمضان اللي هو يدوم العز وبالك أنت في رمضانين وراء بعض وهي كانت تجربة سرية جدا جدا لأن مادام إسعاد يعني شخص طول وقت تتعلم منه حاجات هي بحس أنه هي كاتبة ومنتجة وممثلة ومزيعة يعني هي عندها تجرب كتير مثل أخبطة وهي يمكن من الناس اللي قالوا لي في وقت ملاقات حاول تختار حاجة تركز فيها أكتر يعني مش كل شوية تعمل حاجة غير التانية حاول تركز أكتر وأنا شايف أنك تركز أكتر في الكتابة أعمل الحاجات التانية اللي بتحبها بس حاول أنك تركز في الكتابة أكتر عملت برامج تاني عملت برنامج صهرانين لأمير كرارة أنا وبنتي لشريف منير أهبة أشرف لأشرف عبدالباقي أقوى أم في مصر يعني عملت فورمات لبرامج كتير في السنوات اللي فاتت وابتدي تركز أكتر في الكتابة فعملت أول مسلسل كتابتي كانس مقارئة الفنجان وهو كان مسلسل رعب وبعدين عملت مسلسل خمس حلقات كان اسمه مقولي الأحمد ده كان كوميدي في حلوة الدنيا سكر وبعدين شاركت في كتابة الاختيار ثلاثة وبعدين أول مسلسل رمضاني ليا كان الكتيبة ميوح يا دي المسئولية أولا يعني خليني يقولك ما شاء الله ينضي جزء الشجرة اللي جنبي ده أنت تشهد ده أولا اتنين إنه أكتر حاجة من الحاجات اللي عجباني جدا هي مسألة إنك أنت مش مركز في الكتابة بتاعتك على نوعية يعني لو إيه أنا هكتب رعب أنا هكتب كوميدي أنا هكتب بطولات وملاحم وملفات مصرية من المخابرات العامة المصرية أو الجيش المصري الأخير أنا بكتب وده في حد ذاته رائع أنا بشوف إنه اهتمامي بالكتاب اهتمامي أصلا بالفن جاي من فكرة الحواديث يعني إنه كل الحاجات دي إنه ممكن تحس إنها شغلانات مختلفة بس أنا بحس إنها هي نفس الشغلانة يعني هو إزاي تحكي حدوتها تحكيها بأنه طريقة سواء إنك بتخرجها بتصورها بتمنتجها يعني هي إن فكرة تلسرد نفسه صح فبحس إن النوع ده مرحلة تانية يعني فكرة إنك تقول إن أنا كاتب متخصص في كتابة كذا أنا حاس إن ده قرار صعب قوي يعني الناس اللي بتقدر تقول لنفسها كده دي بتبقى يعني أبطال إنه هو عارف ويقوله إنه أنا مش هكتب غير النوع ده لإنه في النهاية أنت بتكتب القصص اللي أنت قادر إنك تتفعل معها وقادر إنك تشوفها هتطلع شكلها عامل إزاي دي حاجة لاحقة على فكرة الكتابة وفكرة الحكي تكتب بناءًا على المطلوب ولا تكتب بناءًا على اللي أنت حاسس إنك عايز تطلع فيه كتابة وطاقة ودفق من المشاعر إلى آخره في الآخر دي ده صراع عند أي فنان اللي هو الصراع ما بين إنه هلية لو هي شغلانتك اللي أنت بتكسب منها فلوس فأنت طول الوقت يبيع عندك السؤال أكتب اللي الناس بتطلبه مني أو اللي ممكن يحقق الأرباح المالية ولا أكتب اللي أنا بس قادر أتفاعل معاه وحس بيه وأنا بحس إنه الحل دايماً إنك تقف في منطقة وسط إنك تكتب اللي تقدر تتفاعل معاه وتحس بيه بس يقدر إنه يحقق لك إنك تتواجد وإنك تبقى موجود في العالم بتاع الصناعة دي لأنك مش دايماً اللي أنت بتتمناه هو المطلوب ومش دايماً اللي مطلوب هو يعني ما تدارش تقف وتقول لا أنا مش هعمل الموضوع كذا أحياناً كتير جداً لازكن واعي للصناعة وواعي للظروف المحيطة بيها وتختار أكتر حاجة أنت تكون متقبلة أنا بشوف إنه صعب قوي إنك تكتب حاجة أنت مش قادر تحسها يعني صعب قوي إنك تعمل فيها حاجة أو هي بعيدة عن توقع بعيدة عن خيالك حاجة أنت ما شفتهاش حاجة أنت ما عاشتهاش حاجة حتى ما فيش أي رابط ما بينك وما بينها أكيد مش هتطلع أحسن حاجة وبالتالي كمان هترجع تحسرك على الناحية التانية إن أنت تبقى أصلاً عملت حاجة تخليك تكسب فلوس حلو